موسيقى الثامنة من الميادين أهلا بكم وإلى العنوين موسيقى القوات العراقية تحرر أحياء المنصور والشهداء الأولى والثانية وسجن بادوش موسيقى الكنيسة تصوت في قراءة تمهدية على مسروع قانون منع الأذان في القدس المحتلة والنواب العرب يرفضون موسيقى وزارة الدفاع الجزائرية تعلن ضبط طن من مواد كيميائية بحوزة إرهابيين لاستخدامها في تنفيذ هجمات دموية موسيقى واغتيال نائب مغربي عن حزب الاتحاد الدستوري بمدينة الدار البيضاء السحلية موسيقى أهلا بكم أعلنت القوات العراقية استعادة سجن بادوش في الموصل ورفع العالم العراقي فوق أسواره القوات العراقية حررت حياء المنصور وشهداء ثانية ورفعت العالم العراقي فوق مبانيهما وفق ما أفاد مراسلنا كما حررت القوات العراقية طريق الموصل باتجاه تلعفر لتعزل الساحل الأيمن في المدينة عن تلعفر رئيس الوزراء العراقي وأثناء جولته في محافظات شمال العراق أطلق كلاما هدد فيه بمهاجمة داعش في دول الجوار التي يتخذ منها التنظيم منطلقا لزعزعة أمن العراق عبر تنصيق مع تلك الدول فضلا عن فتحه ملفات أمنية وسياسية أخرى محمد الفهد حرب العراقي ضد الإرهاب ستمتد إلى خارج حدود كلام أطلقه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أثناء مشاركته في ملتقى السليمانية فبغداد نفذت فعليا هذه الخطوة باستهداف مراكز تابعة لداعش داخل الأراضي السورية مؤخرا لكن تشديد الحكومة على هذا الخيار وشمول دول الجوار قد يضعان السعودية وغيرها من الدول ضمن دائرة هذا التهديد مع مراعاة التنسيق مع هذه الدول واحترام سيادتها سوف لن أتردد بضرب مواقع إرهاب في دول مجاورة تهدد داخل العراق آخر مرة أحترام سيادة الدول لذا حصلت على موافقة الحكومة السورية في ضرب مواقع للإرهاب في ألبو كمال السورية تأتي كلمة لعباد عقب جولة أمنية وسياسية بدأها من الموصل تفقد خلالها سير معارك التحرير وزار المواقع والأحياء التي تم تحريرها لينتقل بعد ذلك إلى أربيل حيث عقد اجتماعا مع رئيس الإقليم مسعود البرزاني ثم اختتم جولته في السليمانية بلقاء مع قادة الأحزاب الكردية أثيرت خلاله جملة قضايا أبرزها ترميم البيت الكردي وتوطيد العلاقة بين المركز والإقليم بما يندرج في إطار التأسيس لمرحلة ما بعد داعش بحسب المراقبين الحركة الدوبة من السيد رئيس الوزراء تارة حربية ميدانية وتارة سياسية أعتقد ستنعكس إيجابا على الواقع السياسي وحتى على الوضع الأمني علاقات العراقي مع بعض الدول المجاورة ورغم بعض المشاكل التي تعتريها فإنها لا تمنع التعاون معها لمحاربة الإرهاب والمساهمة في إعمار المناطق المحررة بعد التحرير وهي في رأي المراقبين جزئية أثارها العبادي في خطابه الأخير من السليمانية جملة ملفات أثارها رئيس الحكومة العراقية في جولته الشمالية وتوزعت ما بين الوضع الداخلي على مستوى الأمن والسياسة مع قرب انتهاء عمليات التحرير مرورا بالدعوة إلى تطبيق المصالحة المجتمعية وصولا إلى التهديد بضرب مراكز داعش في دول الجوار ملفات باتت على الطاولة في انتظار التطبيق محمد الفهد بغداد الميادين أحكم الجيش السوري سيطرته على محطة البابيري للمياه وعلى عدد من البلدات بينها خفصة صغيرة في ريف حالب الشرقي الجيش السوري وحلفائه كانوا قد حرروا بلدة الخفصة من مضخات المياه ومضخات المياه في محيطها وكان الجيش قد استعاد قرى جب القهوة ومزرعة العبادة وقصر الأحمر بعد معارك مع داعش دخول أمريكي على الأرض السورية مع تنامي الصراع في مدينة منبجوة تسابقا على الأدوار بين الأطراف المتصارعة والمتداخلة نظرا إلى أهمية المدينة استراتيجيا في رسم مسارات التطورات لمعاركة الرقة المتوقعة ديما نصيفا الحرب التركية مع القوات الكردية من أجل منبج لن تقع نقلات الجند الأمريكية سترايكر في ريف منبج العلم الأمريكي رفع للمرة الأولى على أربعة منها على خط نهر السجور شمال المدينة والرسالة مزدوجة لجم الحليف التركي وطمأنة الكردي الأمريكيون يحاولون التحكم بأطراف عملية درع الفرات من الأتراك إلى قوات سوريا الديمقراطية ومنع الاحتكاك والصدام بين الطرفين من الصعب جدا على تركيا أن تقترب جدا من المدينة لسبب وجود عوامل منافسة العوامل الكردية أولا مدعومة بإرادة أمريكية وأيضا مدعومة بإرادة سورية كما شعب الفترة الأخيرة صاروخ الوحدات الكردية على دبابة تركية بريف منبج المدفعية التركية لم تتوقف عن قصف تل تردين والخالدة لتقدم فصائلها السورية بعد السيطرة على قريتي أولاشا والبغاز القوات التركية التي كانت على وشك الاندفاع نحو منبج بعد الباب لا تزال تنتظر غطاء روسيا وأمريكيا لا يبدو ممكنا لتقدمها منبج أبعد من احتواء المشروع الكردي واستكمال المنطقة الآمنة نحو معركة الرقة قوات سوريا الديمقراطية استكملت عزل المدينة من الريف الشرقي والشمالي والغربي وقطعت طريق الرقة دير الزور لا ممرات لأنقرة نحو الرقة بحسب قيادات كردية نقلت عن جوزيف فوتيل قائد المنطقة الوسطى تطميناتا بعدم مشاركة الأتراك في المعركة فيما يستمر الجيش السوري في تقدمه بريف منبج الجنوبي من الباب وصولا إلى ضفاف الفرات الغربية وفي إغلاق القوس جنوبا بانتظار ساعة الصفر نحو الرقة السجال حول منبج ينعقد سوريا وتركيا وروسيا وأمريكيا وكرديا والضجيج الإعلامي والسياسي الذي يواكب السيناريوهات المحتملة لا يوازي حجم التطور الميداني على الأرض حتى اللحظة الوجود العسكري الأمريكي إلى جانب الوحدات الكردية في منبج يعني بأن كل الاجتماعات الأمنية والعسكرية بين أنقرة وواشنطن لم تفضي إلى نتيجة وأن إدارة ترامب لا تختلف عن سابقتها في حاجتها للكرد كقوة أساسية في قتال داعش ما قد يدفع أنقرة إلى تعزيز تحالفها مجددا مع موسكو الذي سمح لها في وقت سابق بالسيطرة على الباب ديما ناصيف ديماشق الميادين صوتت الكنيسة الإسرائيلية بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يمنع الأذان في القدس المحتلة عضواء الكنيسة أيمن عودي وأحمد الطيبي رفضا القرار وقام عودي بتنزيق مشروع القرار داخل جلسة الهيئة العامة وقال أن الأذان كان قبل العنصريين وسيبقى بعدهم فيما دع الطيبي إلى رفع الأذان من على أسطح المنازل بعد صلاة العشاء ردا على خطوة الاحتلال دانا حزب الله بشدة عملية قتل شهيد الفلسطيني باسل الأعرش في مدينة البيري في الضفة الغربية المحتلة وفي بيان له اعتبر الحزب شهادة الأعرش دليلا على تمسك الشعب الفلسطيني بنهج المقاومة ومواجهة محاولات محوه من التاريخ كما شدد على وجوب تقديم كل الدعم الممكن للروح المقاومة في فلسطين المحتلة من أجل الحصول على شرف المشاركة بتحريرها كاملة من البحر إلى النهر مشاهدين أفاصل قصير ونعود بعده لمتابعة هذه النشرة من جديد أهلا بكم أعلنت وزارة دفاع الجزائرية العثورة على أكبر مخبأ للمواد الكيميائية المتفجرة يحتوي على نحو طن منها في براميلة بلاستيكية بمنطقة شعبة العامر بولاية بومرداس العملية جاءت ثمرة لعمليات الاعتقال والتمشيط الواسعة التي تفردها القوات المشتركة قبيل مواعيد انتخابية تشهدها الجزائر أسامة عبد النور اعترافات خطيرة لإرهابيين سقطوا في كمين محكم للجيش الجزائري بمدينة دلس المتاخمة لبداخل العاصمة الجزائرية اعترافات تكشف عن أسلوب جديد ومستحدث قررت الجباعات الإرهابية انتهاجه لإدخال الأسلحة والتخلص من التوق الأمني المضروب على طول الحدود بيان الهيشي تحدث عن حجز نحو طن من المواد المتفجرة في أكبر مصنع يكتشف منذ انطفاء جدوة الإرهاب بولاية بومرداس على بعد سبعين كيلو مترا عن العاصمة وبضعة كيلو مترات شرقا في ولاية تيزي وزو إضافة إلى مائة وخمسين لترا من حمض النتريك لصناعة المتفجرات الإرهابيان يوسف أبو عبدالصمد وكريم الملقب بالقعقاع تم القضاء عليهما وألقي القبض على المدعو عبدالسلام الملقب بمصطفى أحد رموز تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي قبل أن يلتحق بتنظيم جندي الخلافة المرتبط بداعش اعترافاتهما فكت خيوط مخطط إرهابي كبير يهدف إلى زعزعة أمن واستقرار البلاد تقرير وزارتي الدفاع أثبت أن طبيعة المواد المحجوزة تشير إلى تحضير متفجرات تستعمل كعبوة ناسفة تستهدف أفراد الجيش ومقرات رسمية وحيوية بالعاصمة تزامنا مع اقتراب الانتخابات التشريعية المصرية بحسب محللين كونها ترتبط مباشرة بمعالم الرئيس المقبل في الجزائر قوات الأمن توصل الليلة بالنهار عمليات حجز الأسلحة المهربة والتسلل الجهاديين والأفارقة للمهاجرين دفعت بالجزائر إلى تجديد الاتفاق الأمني مؤخرا مع تونس والإسراع بحل البعدلة الليبية لقطع الطريق أمام الإرهاب العابر للحدود إرهاب عازم على استهداف هذا البلد الاستراتيجي في قلب المغرب العربي لإضعافه وتقسيمه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قال أن الانتصار النهائي على الإرهاب والجريم العابر للحدود يتطلب يقذت جميع المواطنين وضف بوتفليقة أن بوار التوتر وعدم الاستقرار في الجوار يشكلان تحديا أمنيا ما يزال قائما في الجزائر ومن العاصمة الجزائرية ينضم إلينا المحلل الأمني دكتور علي ربيح أهلا وسهلا بك معنا دكتور يعني بداية إذا أمكن أن نستغل منك وجودك والمعلومات حول هذه العملية والكشف كيف تم الكشف بالضبط وبالتفاصيل عن هذه العملية وهل هذا الكشف يريح المواطن في الجزائر بقدر ما يقلقه أيضا؟ مساء الخير تحية لك وتحية لكل مشاهدي قناة الميادين بالفعل هذه العملية النوعية التي قامت بها إحدى مفارز الجيش الوطني الشعبي في المنطقة الشرقية وبالتحديد في منطقة تيزي وزو أعتقد أنها جاءت نتيجة عمل استخباراتي معلوماتي بمعنى أن الجيش الوطني الشعبي كان سبق وأن قام بتحييد مجموعة من الإرهابيين وتم كذلك القبض على مجموعة أخرى في مناطق مختلفة فاستغلت المعلومات التي كانت بيد هؤلاء الإرهابيين في هذه المنطقة منطقة شرق العاصمة واستفادت وحدات الجيش من هذه المعلومات ثم قامت باكتشاف هذا المخبأ الذي هو عبارة عن مواد حمض النتريك وهي مادة لطالما استعملتها هذه الجماعات الإرهابية في ما يسمى بتكوين وتركيب القنابل التقليدية لاستهداف مناطق معينة فأعتقد أن هذه العملية هي عملية تأتي ضمن مجموعة من العمليات التي قامت بها مفارز الجيش الوطني الشعبي وقوات الأمن المختلفة بضرب كل ما يمكن أن يلحق الضرر بالجزائر وخاصة هذه الجماعات وكذلك هناك عمليات نوعية أخرى إلى جانب هذه العملية وهو تكشف عن مخابئ الإرهابيين في مناطق مختلفة في الجنوب وكذلك في منطقة الشرق وفي باتنا وفي دلس وفي بومرداس لهذا أعتقد أن قضية المواطن الجزائري الآن مرتاح جدا لماذا؟ أنه يثق في مؤسسة الجيش وفي كل الأجهزة العاملة في مجال مكافحة الإرهاب لأنها اكتسبت تجربة كبيرة استطعت من خاليها أنها تواجه هذه الظاهرة العابرة للضحاء للحدود وهي ظاهرة الإرهاب ونحن الآن ليس فقط نخوض معارك ضد ميسمة بالجماعات الإرهابية ولكن نخوض معارك مفتوحة كذلك على الحدود أكتر علي هناك نوع من الالتفاف وتغيير يبدو في استراتيجية هذه الجماعات الإرهابية مثلا نحن نتحدث عن سائل حمض نتريك 150 لترا من هذا الحمض هل نحن أمام استراتيجيات جديدة لهؤلاء المنسلحين؟ لا سيدتي المحترمة أنا فقط أعطيك معلومة فقط للجمهور وللمشاهد قناة الميدين هو أن هذه الجماعات منذ التسعينات قوات الأمن ومؤسسات الجيش الوطني عندها تجربة مع هذه الجماعات لأن قتلك حمض نتريك في الجزائر يتعامل به بنوع من التدقيق وخاصة نقل هذه المادة من مكان إلى مكان هو يخضع لمجمعة من القوانين والتصاريح من طرف الجماعات المحلية ولو المؤسسات الأمنية لإذن هذا الأمر هو أمر تقريبا أصبح روتيني في مجال مكافحة الإرهاب وكذلك هو عبارة عن عملية قطع كل ما يمكن أن يمد هذه الجماعات للاستقواء بشكل آخر القولك بأن هذه الجماعات الآن نعم هي باقصدد التحضير لإعادة ترتيب أنفسها من الداخل نتيجة للضربات الموجعة التي سببتها لها قوات الأمن ومؤسسة الجيش والآن سمعنا مؤخرا قدير تكتل بين جماعات إرهابية تنشط في الجزائر وهي على فكرة هي الآن في حدود العشرات من العناصر التي الآن تريد أنها توحد صفوفها وترتب بيتها الداخلي نظرا كما قلت سابقا أن مؤسسة الجيش والجيش الوطني الشعبي ألحقت ضرر كبير بهذه الجماعات ضف إلى ذلك أن هذه الجماعات وهذه التنظيم سواء تنظيم القاعدة أو تنظيم داعش في الجزائر يلقى مدايقة كبيرة وحرب ضروس من طرف مؤسسة الجيش الوطني الشعبي نحن نعرف هذه المتابعة لهذه الجماعات لكن إذا نظرنا إلى بومر داسيا تبعد 70 كم عن العاصمة هل تعتقد أن هذه الضربات ستوجه إلى العاصمة أو كان المقصود العاصمة الجزائرية؟ من الصعب جدا أننا نستبق قضية أن هذه الجماعات كانت أكيد أنها تخطط لأن هذه مهمتها سواء في الجزائر أو في أي منطقة من العالم أنها توجه ضربات وتوجه هجمات وتوجه تفجيرات بشكل عشوائي لقتل الأبرياء لكن العملية الاستباقية وخاصة في مجال المعلومات والجانب الاستخباراتي أعتقد هو الذي أفشل هذه العملية وأفشل العديد والعشرات أنت لو تطالعين الأخبار والبيانات التي تطلع من وزارة الدفاع أصبحنا بشكل روتيني وهو شيء ملحوظ كثرت في الآوينة الأخيرة الكشف عن هذه نعم كثرت لأن هذه الجماعات قتلك لأنه فيه نوع من الحصار منعها من الخروج من الجزائر ومنع عناصر أخرى من الدخول إلى الجزائر فهي وجدت نفسها في ورطة بمعنى أنه في بعض الأحيان هذه الجماعات تكتيك العملية هذه الجماعات أنها أصبحت تتصرف وتتحرك بشكل انفرادي ولا علاقة ولا تواصل بينها لهذا قتلك أن عملية استغلال العناصر التي يتم القبض عليها واستنفاذ المعلومات التي بين يدي هذه العناصر التي لم يتم قتلها فهي تستعمل استخباراتيا للوصول إلى مخابئ وكذلك الوصول إلى شبكات دعم هذه الجماعات وهو أمر مهم جدا ومؤخرا تم القضاء على الجماعة لدعم الجماعات الإرهابية بالدعم اللوجيستيكي ما المتوقع في المرحلة المقبلة من هذا التضييق طبعا على المسلحين ما المتوقع الجزائر اليوم على عطبة الانتخابات يعني نحن نتحدث عن أسابيع ربما صحيح صحيح وانذكرت فقط وانذكرة الشهيدة بالعملية الأخيرة نعم وكانت في قسنطينة عملية أخيرة تبنها تنظيم داعش وتم إحباط هذه العملية إذن لاحظي معايا أن هذه الجماعات الآن أصبحت تريد أنها تتحرك وتقوم بعملية إعلامية للآخر وللآخرين وللخارج على أساس أننا نحن موجودين أكيد أن عندها مناسبات معينة تريد أن تضرب فيها استقرار الجزائر ونحن على موعد كبير في الجزائر وموعد الانتخابات التشريعية لهذا تريد هذه الجماعات بشكل أو بآخر أنها تشوش على هذا الموعد الانتخابي وموعد أخرى وصلت الفكرة سؤال أخير دكتور علي اليوم في إعلان عن اجتماع دول جوار ليبيا سيكون بداية الشهر المقبل أيضا كان بالأمس في اتفاق مع تونس للتعاون الأمني والاستخباري كل هذه التحركات يمكن لها أن تخفف الضغط على الجزائر من هذه الجماعات الإرهابية لا هو قضية التنسيق الأمني بين الجزائر ودول الجوار هو شيء طبيعي الجزائر دخل في اتفاقيات وتعاون وتقارب أمني خاصة تنسيق الأمني مع تونس مع ليبيا مع أوروبا في ما يسمى بخمسة زايد خمسة دفاع فالجزائر لا تقتصر فقط على قضية الدفاع أو المحاربة الإرهاب في الجانب الميداني العملياتي العسكري نعم هو شق من الجانب الأشمل وهو عملية محاربة هذه الظاهرة عالميا من خلال تنسيق كل الجهود على سواء على مستوى التبادل المعلومات والاستخبارات ولكن كذلك من خلال التجربة الجزائرية هي مقدمة لكل جيراننا ولكل الدول التي تحارب هذه الظاهرة للأسف وهي ظاهرة مستة كل العالم وليس فقط الجزائر أو دول الجوار من العاصمة الجزائرية كنت معنا المحلل الأمني الدكتور علي ربيح على ما أظن أتمنى أن لا أكون أخطأت في العائلة شكرا لك دك علي ربيح شكرا لك جديدا دكتور علي شكرا أقدم مسلحون مجهولون على اغتيال النائب المغربي عبداللطيف مرداس بالرصاص داخل سيارته قرب منزله في حي كاليفورنيا بمدينة الدار البيضاء الساحلية وقالت وسائل أعلام محلية أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على مرداس ثم لاذوا بالفرار مرداس نائب عن حزب الاتحاد الدستوري في منطقة بن أحمد الواقعة على بعد 60 كم جنوب غرب الدار البيضاء في ليبيا حذر النواب داعمون للاتفاق السياسي رئاسة مجلس النواب من المجازفة بمستقبل البلاد وأشار إلى اضطرارهم لعقد جلسة خارج تبرق وبداية مرحلة جديدة لتشكيل مجلس نواب يستمد شرعيته من الاتفاق السياسي بحسب تعبيرهم وكان المجلس أقر بغالبية أعضائه إلغاء اعتماد الاتفاق السياسي في الصخيرات الذي انبثق منه المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق كما طارب رئيس المجلس بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة قبل شباط فبراير المقبل أعلن آمير غرفة عمليات السلاح الجو الليبي محمد المنفور أن القوات الجوية الليبية نفذت نحو 30 طلعا على نقاط تمركز ما وصفها بالميليشيات التي تحاول السيطرة على منطقة الهلال النفطي منذ الجمع الماضي وفي تصريحات لوكالة سبوتنك أكد المنفور إحراز تقدم كبير وأشار إلى أن سلاح الجو الليبي سيلاحق هذه الميليشيات حتى خروج عناصرها من الصحراء وقال أن هؤلاء المسلحين ينتمون إلى المعارضة الشادية متهما سرايا دفاعا بنغازي وتنظيم القاعدة وأنصار الشريعة بالاستعانة بهم قال وزير الدخلية تونسية الهادي مجدوب أن الوضع الأمني في البلاد مستقر ولا يوجد ما يثير القلق وخلال إشرافه على معرض وثائقي بمناسبة الذكرى الأولى لملحمة بن جردان أضاف أن القوات الأمنية جاهزة فيما تستعد البلاد لاستقبال موسم سياحي مؤكدا أن تونس قطعت شوطا بعيدا في تدعيم قوات الأمن الداخلية نحاول أن نواصلوا استعداداتنا للمراحل الجاية عن موسم سياحي على البواب نحب أن نخدموله لكي يتعدى في أحسن ظروف عن الامتحانات الوطنية عن أشهر رمضان إلى أخير هي دم المعايد أن نخدمولها بصفة معناها بصفة عادية وكما قلت لابد أن نكونوا فايقين مش المؤسسة الأمنية ولا المؤسسة العسكرية فقط لكن المواطن التونسي لابد أن يكون منتبهه ومنتبهه جدا للمحاولات متاع الناس اللي تحب التدخل في تونس تذكير بعنوين هذه النشرة القوات العراقية تحرر أحياء المنصور وشهداء الأولى والثانية وسجن بادوش الكنيسة تصوت في قراءة تمهدية على مشروع قانون منع الأذان في القدس المحتلة والنواب العرب يرفضون موسيقى مزارة الدفاع الجزائرية تعلن ضبط طن من مواد كيميائية بحوزة إرهابيين لاستخدامها في تنفيذ هجمات دموية موسيقى واغتيال نائب مغربي عن حزب الاتحاد الدستوري بمدينة الدار البيضاء الساحلية موسيقى شكرا لطيب المتابعة إلى اللقاء